وينضم إلينا هاتفياً أيضاً الخبير الاقتصادي حسام عيد أستاذ حسام أرحبك أهلاً أستاذ حسام بحركة فاندي مبساعدة المشاهدين أستاذ حسام تابعنا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الحدث الافتراضي نداء عالمي لقمة المستقبل مركز على نقطة هامة كانت ثاني النقاط ما يتعلق بإصلاح هيكل النظام المالي العالمي وأيضاً مشاركة الدول النامية في أليات صنع القرار الاقتصادي كيف يمكن أن يتحقق ذلك على أرض الواقع هذه الدعوة كيف يمكن تطبيقها من خلال ربما آليات أو بنود تظهر في مثاق المستقبل المنتظر أن يصدر عن القمة طبعاً زي ما تابعنا كده خلال كلامة السيد الرئيس الجمهوري عبد الفتاح السيسي خلال القمة وأعتقد أن القمة دي تأتي من منطلق أهمية أو رؤية مصر أهمة جداً من نعمية التعاون الدولي في ظل ما يشهده العالم والاقتصاد العالمي بصفة عامة من تحديات بداية من جائحة كورونا ومروراً بالأزمات الجيوس السيسية ما بين روسيا وأوكرانيا وانتهاءاً بالأزمة الجيوس السيسية وتفاقم وتصعد حدة الصراع في منطقة الشرق الأوسط واللي كان لها تأثير سلبي على أداء الاقتصاد العالمي بصفة عامة ودفعت مؤدلات التضخم نحو الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية ودفعت أيضاً تكاليف الانتاج المباشر نحو تسجيل مستويات قياسية وده اللي دفعت أغلب أسعار السلع والخدمات الأساسية عالمياً نحو تسجيل أرقام قياسية وبالتالي شهد الاقتصاد العالمي تفاقم كبير جداً فيها الأسعار من السلع والخدمات الأساسية أصرت بشكل سلبي على الاقتصادات النشئة خاصة والدول النامية تحديداً وكان لها تأثير سلبي في هيكل تمويل أغلب الدول خاصة الدول النشئة والدول النامية كان لها تأثير سلبي على اقتصادها المحلي شاهد أن هذه القمة تأتي في ضوء اهتمام السيد الرئيس الجمهورية بالمزيد من التعاون خاصة في مجال التمويل الدولي والدول النامية والدول الأفريقية تحديداً لوجود أزمة كبيرة جداً يواجهها أغلب اقتصاديات الدول النامية في ظل ما يشهدوا الاقتصاد العالمي من أزمات وارتفاع تكاليف التمويل بارتفاع العائد الخلم المخاطر الذي أيضاً سجل مستوى قياسي جديد له خلال مطلع العام الجاري شاف أن هناك في بعض الاتجاه أو بعض دراسة كافية للأزمة الاقتصادية العالمية التي أشهدها الاقتصاد العالمي انطلقت هذه القمة وتحدث السيد الرئيس عن أهمية الوصول إلى حلول اقتصادية أهمة جداً وعجلة وفورية يجب تنفيذها في الحال لعدم الحدوث أزمة الكساد العظيم مثل ما حدث في عام 1930 وتحديداً في أكتوبر 1929 ما يسمى بالكساد العظيم والذي كان من باعه الولايات المتحدة الأمريكية وصدرت الأزمة للاقتصاد العالمي بصفة عامة واستمرت واستغرقت هذه الأزمة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي بصفة عامة على مدار العشر سنوات أعتقد أن السيد الرئيس الجمهورية أكد على ضرورة التعاون الدولي في مجال الاقتصاد وخاصة التمويل وتوفير التمويل اللازم للخروج الآمن للإقتصادات للدول النامية والعبور الآمن من هذه الأزمة وتخفيف وتخفيد حدتها على هذه الدول أعتقد أن نرى بعد انتهاء القمة سنرى بعض الإجراءات وبعض التحديات التي ستكون لها تأثير إيجابي على أداء الاقتصاد المصري وعلى أداء اقتصاد الدول النامية بصفة عامة وده سيكون لديه تأثير إيجابي على مواشرات الاقتصاد للمنطقة والدول النامية بصفة عامة من خلال مثاق سيصدر عن هذه القمة مثاق المستقبل كيف يمكن أن يطرح ما يتعلق بالشق الاقتصادي وتقوية دور الأمم المتحدة في فكرة الحوكمة الاقتصادية العالمية كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني المصاقة المستقبل هو طبعا شيء مهم جدا يعني أكد عليه السيد الرئيس الجمهورية وأعتقد أن هذا المصاق سوف يكون له تأثير إيجابي على حوكمة الأمم المتحدة أو الوقات المتحدة الأمريكية على النظام الاقتصادي بالصفة عامة وهيكون ده ضامن لاستدامة الأداء الإيجابي الجيد للأقتصاد الدولي بالصفة عامة أعتقد أن المصاقة المستقبل من ضمن أو من أهم شروطه أو بنوده وهو ضمان تؤفير التمويل اللازم والصفات تكاليف التمويل لأغلب الدول النامية والتي تتمتع بموارد طبيعية كثيرة جدا ويجب الاستغلال الأمسل لعزين موارد من خلال التعاون الدولي ما بين الدول الأزمة والدول النامية شاف أن هذا المصاق سوف يكون له تأثير إيجابي على أداء الاقتصاد المصري وأداء الاقتصاد الأفريق وبصفة عامة بما هناك إشارة لفكرة الحلول متعددة الأطراف هذا ما ستركز عليه القمة التي ستعقد بشكل رسمي في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من سبتمبر الحلول متعددة الأطراف لمشكلات العالم طبعا الحلول لازم تكون متعددة الأطراف ولا يبوز للخروج من الأزمة أو لا يكون هناك نتيجة إيجابية لتنفيذ هذا المصاق سوى التعاون الدولي ووجود حلول متبادلة ما بين الدول وبعضها الآخر وخاصة ما بين الدول القبرى الصناعية القبرى وما بين الدول النامية لازم يكون فيه هناك تعاون دولي كبير جدا وخاصة في مجال التمويل لأن مجال التمويل هو الذي شهد تفاقم كبير جدا من الأزمة التي أشهدها الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف التمويل ووجود يعباء تمويلية على الدول النامية أدت إلى وجود كساد كبير في أغلب القطاعات الانتجية شافة أن التعاون الدولي وتنفيذ مساقة المستقبل ببلوده الاقتصادية هيكون ليه تأثير إيجابي على الهيكل التمويل للأغلب الدول التي عانت بشكل كبير جدا على مدار الأربع سنوات خاصة بداية جائح كورونا عام 2020 كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد الكل الأغلب الدول كان شايف أنه هيكون لها تأثير إيجابي وسوف تعبر بهذه الاقتصاديات الصغرى والنامية العبور الآمن من الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بصفة عامة نعم أساذ حسام كيف تقرأ أيضا أهمية هذه القمة من حيث تفعيل جهات دولية وما تقوم به كالأمم المتحدة وأيضا تطوير دورها وهيكلتها بشكل يسمح بأن تقوم بواجبها على أكمل وجه وقال لا يكون هناك إزدواجية في المعايير كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا الأمم المتحدة هي منظمة دولية هامة جدا يجب أن تكون ملزمة لجميع الأعضاء شايف أن دورها يجب أن يكون فعال أكثر ويكون لها إلزام على قراراتها بتنفيذ قراراتها على الدول خاصة الدول العظمى في ظل طبعا أو على المستوى السياسي في ظل التواطرات الجيوسياسية التي يشهدها أغلب أنحاء العالم وطبعا شايف أن في بعض التكتلات العسكرية التي بدأت تنشأ من جديد ويكون لها مصدر قوة في بعض المناطق العالمية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط شايف أن دور الأمم المتحدة هام جدا خلال الفترة المقبلة لتخفيض حدة الصراعات الجيوسياسية ما بين الدول العظمى وبعض الصراعات على دول في الشرق الأوسط والمناطق التي تشتعل دائما بالأزماء الجيوسياسية شايف أن يكون فيه قرارات هامة جدا وحاسمة ويجب تنفيذها من الدول الأعضاء بقرارات الأمم المتحدة شايف أن دور الأمم المتحدة كرقيب دولي ومنظم للعلاقات الدولية سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي اهم جدا ويجب على جميع الدول الأعضاء للتزال مقارئات الأمم المتحدة بنظامة الأمم المتحدة نعم إذن ما تبعناه هو يعني فعليه على المستوى الرئاسي تمهيدا للقمة المنتظرة في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من سبتمبر وأستاذ حسام هي بها مجموعة من المسارات الرئيسية كالتكنولوجيا المستقبل الرقمي والسلام والأمن والتنمية المستدامة والتمويل وأيضا ما يتعلق بالشباب ما الذي يمكن أن ننتظره من قمة كهذه تحمل هذه المسارات الخمس يعني أنا شاف أن القمة تأتي أو تهتم بمحاور هامة جدا بيعاني العالم كله من بعض الأزمات في هذه المحاور شاف أن التنمية المستدامة من أهم المحاور التي يجب تفعيل المبادرات أو ما تأتي بسماره هذه القمة تفعيل هذه المقترحات بعد انتهاء هذه القمة شاف أن التنمية المستدامة من أهم المحاور التي اهتمت بها القمة وسوف تجد لها حلول ويخرج من القمة بعض التوصيات التي يجب الالتزام بها وتنفيذها وتطبيقها خلال فترة مجبلة أيضا التمويل على مجال التمويل والمجال الاقتصادي أو على المستوى الاقتصادي شاف أن ما يشهده العالم أو الاقتصاد العالمي من تحديات ومعوقات بدأت منذ بداية الأزمات العالمية كان يجب خاصة أو تحديدا بعد ارتفاع العائد الخلم المخاطر وارتفاع تكاليف التمويل لازم أو يجب أن يكون هناك بعض المقترحات تكون لها تأثير إيجابي على الهيكل التمويل للاقتصاد العالمي بصفة عامة ومع إعادة التكتلات أو إنشاء تكتلات اقتصادية جديدة جدا بنشهادها خلال الفترة الأخيرة وقوة اقتصادية جديدة وهناك بعض الاجتماعات وبعض التحالفات الاقتصادية التي شاهدناها على مدار الثلاثة السنوات غيرت من الهيكل التمويل وأصرت بشكل سلبي على الهيكل التمويل الدولي ويجب على القائمين على هيكل التمويل الدولي أو كل مشاركين بالهيكل التمويل الدولي شاف أن لازم يكون فيه هناك تعاون أكثر من ذلك وده طبعا هيكون مدفوع بمخرجات القمة قمة المستقبل بعد أو فور انتهاءها هيكون بها حلول كثيرة جدا لمعالجة الهيكل التمويل لأغلب الدول المشاركة في القمة وإن شاء الله نشوف فيه تنفيذ هذه المحاول وهذه المقتلحات هي كلها تأثير إيجابي على أداء الاقتصاد العالمي بصفة عمل نعم إذن هي قمة منتظرة لكن بما أن التكنولوجيا هي مصار من المصارات الخمس التي سيتم الحديث عنها في هذه القمة فمن وجهة نظرك كيف ستسهم أيضا في دعم القضايا المختلفة وحل بعض هذه القضايا وربما أن تصل بشكل أو بآخر بشكل أكثر فعالية إلى الدول النامية والدول الأكثر فقط يعني أنا شاف أن التعاون على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي من أهم المستويات أو من أهم المحاور اللي بيكون لها تأثير إيجابي على الأمن العام الدولي والاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي شاف أن هذه القمة يعني بعد تنفيذ توصياتها أو مخرجاتها والالتزام للدول المشاكة بهذه القمة بتنفيذ وتطبيق المخرجات من هذه القمة هيكون لها تأثير على المستوى السياسي ويعود الهدوء مرة أخرى للصراعات الجيوسياسية تحديدا وانقفاض حدتها واللي كان لها تأثير كبير جدا سلبي على أداء الاقتصاد العالمي بصفة عامة شاف أنه هيكون فيه هناك هدوء في حدة الأزمات الجيوسياسية التي توالت منذ عام 2022 وطبعا هيكون لها بالتبعية تأثير إيجابي على حركة الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية بصفة عامة ويعود مرة أخرى الهدوء السياسي والهدوء الاقتصادي للعالم بعد تنفيذ مخرجات هذه القمة خلال الفترة المقبلة نعم أشكرك شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي حسام عيد شكرا لك